وليكن في علمك أنه لا توجد حمية سحرية تحولك فقط نصائح فعالة تساعدك كثيرا السلام عليكم الكثير من السيدات تعاني من زيادة في الوزن لأسباب مختلفة لكن تتخوف من فكرة الحمية التي تشكلت في أدهان الكثيرات بمعنى الحرمان والتضحية خصوصا مع ظهور النظم الغذائية القاسية والصارمة لهذا سأقدم في هذا الفيديو بعض النصائح السهلة والفعالة للتخفيف من الوزن بعيدا عن تلك النظم وليكن في علمك أنه لا توجد حمية سحرية تحولك فقط نصائح فعالة تساعدك كثيرا أولا استبدال كلمة حمية غذائية بنظام غذائي لأن كلمة حمية تظهر بشكل قاسد على عكس كلمة نظام غذائي التي تدل على الاهتمام بالصحة بشكل عام ثانيا الاستعداد والتحضير خطوة مهمة جدا لأنه من غير المعقول أنه بين ليلة والضحى تتحصل على جسم ناشيق فيجب التقليل بالتدريج مثلا في الأسبوع الأول في وجبة الغداء أنقسم منها الربع والعشاء النصف الأسبوع الموالي في وجبة الغداء النصف والعشاء النصف أيضا الأسبوع الباقية في وجبة الغداء تبقى النصف أما العشاء فلا توجد ثالثا شرب الماء ربما في أغلبية النصائح نجد الماء يتصدر القائمة وذلك لفوائده الجمم فهو يساعد على حرق الدهون يساعد في عملية الهضم في نظارة البشرة إزالة الصدع وتخليص الجسم من الأبلع يجب شربه بكميات معتبر كما أنه لا يحتوي على سعرات وبالتالي لا يتسبب في زيادة للوزن رابعا التحكم في النفس فمثلا وجدت وجبتك المفضلة التي تحوي كم من هائل من السعرات الحرارية فتخليتي عن النظام عاقبي نفسك عاقبي نفسك كيف؟ بأن تحرميها من الوجبة التالية مثلا أو لا حلويات طوال الأسبوع خامسا التركيز على المادة الغذائية قبل السعرات فبعض المواد الغذائية بالرغم من احتوائها على سعرات حرارية كبيرة إلى أن الجسم يحتاجها بشدة كالبروتينات مثلا سادسا اتباع نظام نباتي وذلك بتناول المواد التي تحوي القمح الشاعر الخضر الفواكه سابعا الإقلاع عن الوجبات السريعة ومقاطعة الوجبات التي تحوي مضافات غذائية فالوجبات السريعة عموما فيها سعرات حرارية عالية ولأننا نريد تنظيف مخازن الشحوم من الشحم والسعرات تتحول إلى شحوم فيجب الإقلاع عن الوجبات السريعة أما بالنسبة للوجبات التي تحوي مضافات غذائية فهي تزيد الشعور بالجوع بالعطش وتسبب ضعف في امتصاص القلون ثامنا بمارسة الرياضة المتوازنة وتكون لكل أعضاء الجسم على الأقل مرة كل يومين من الأفضل أن تكون أوقات الرياضة بعيدة عن أوقات الوجبات تاسعا الصيام المنتظم في هذه الحالة تكتفي بوجبتي الصحور والإفطار بالإضافة إلى الفوائد الجمع للصيام المنتظم كما يمكنك وضع أيام استراحة في النظام الغذائي فقد أثبتت الدراسات أن هذا يساعد على الالتزام في الخطة ويساعد فعلا في فقدان الوزن أكثر صحيح توجد طرق عديدة لإنقاس الوزن كشفت الدهون لكنه حق حل مؤقت لأنه بعد فترة تعود السمنة وبالتالي يكون هذا بمثابة هدر للأموال لا أكثر لذلك من الأفضل اتخاذ واتباع الطرق البسيطة والمفيدة دون عدر للمال أتمنى أن تستفيدوا من هذا الفيديو الذي هو مشاركتي في أسبوع يوتيوب المرأة العربية المنظم من قبل بودكاست عربيا إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر لايك واشتركوا في القناة كانت معكم أماني حسيني من الجزائر دمتم بخير اشتركوا في القناة